موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة والبداية بالعناوين صحيفة العرب اللندنية رؤساء عشائر عراقيون يرفضون استقبال زعماء الأحزاب خلال حملات دعائية صحيفة الشرق الأوسط أزمة بيئية تهدد سكان غزة بسبب تلوث مياه البحر وفي تقرير لصحيفة السبيل الأردنية تحالف سري للتجسس يقود العالم من المقالات أهازيج انتخابية لفاتح عبد السلام في الزمان العراقية شعوب تحت وطأة الحروب لياسر محجوب في الشرق القطرية فاصل قصير نتابع بعده التفاصيل موسيقى البداية من صحيفة العرب اللندنية رؤساء عشائر عراقيون يرفضون استقبال زعماء الأحزاب خلال حملات دعائية تقول الصحيفة اللندنية لم يعود العراقيون يقيمون وزنا لقادة الأحزاب والوجوه السياسية التي جاءت بعد الغزو وذلك بسبب فشلهم في تحقيق الوعود التي دأبوا على إطلاقها فضلا عن التصاق صور الفساد والمحسوبية بهذه الوجوه ولا يقتصر الأمر على المواطن العراقي العادي فرؤساء العشائر الذين كانت تربطهم في السابق صلاة قوية بالسياسيين لم يعودوا متحمسين لاستقبال المرشحين البارزين للانتخابات والاحتفاء بهم خلال جولاتهم ولم تعد التجمعات الانتخابية في العراق مأمونة كالسابق إذ يمكن أن تشكل مصدر إحراج كبير للزعماء السياسيين ومع بدء الحملات الدعائية غير الرسمية للانتخابات العامة المقررة في آيار مايو المقبل يشارك القادة السياسيون في تجمعات شعبية يحضرها وجهاء وشيوخ عشائر كما يزورون كبار الزعماء القبليين بهدف الترويج لقوائمهم ويقول أمير قبيلة العبودة في العراق شيخ حسين علي الخيون إنه رفض العديد من الطلبات المقدمة للترشح إلى الانتخابات المقبلة من قبل بعض الكتل السياسية رغبة بعدم الظهور مع الوجوه القديمة التي تسببت بخراب البلاد ويضيف الخيون أن قرار عدم استضافة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم أثناء زيارته إلى ذيقار هو لشعوره بأن القادة السياسيين الحاليين لم يقدموا ما يطمح إليه الشعب العراقي وتسببوا بالكثير من الخراب لهذا الوطن وتعرض الحكيم مؤخرا لإحراجات بالغة لدى حضوره تجمعات عشائرية في وسط وجنوب العراق كما اختار رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مطعما مجاورا لمبنى البرلمان كي يظهر فيه ويلتقط بعض الصور مع رواده ثم يوزعها مكتبه على وسائل الإعلام بينما عنونت صحيفة العربي الجديد اللندنية العد العكسي للانتخابات العراقية إعادة تسويق الوجوه القديمة تقول الصحيفة في الوقت الذي تستعد فيه القوى والأحزاب السياسية العراقية للانتخابات أعلنت جميع الأحزاب عن تحالفاتها الجديدة التي يرى فيها نواب أنها مجرد محاولة لتسويق وجوه الأحزاب القديمة ويكشف مصدر سياسي مقرب من التحالف الوطني في حديث مع العربي الجديد عن وجود وسطاء إيرانيين وعراقيين لإقناع التحالفات الأربعة التي انبثقت من التحالف الوطني للاجتماعي في كتلة كبيرة بعد الانتخابات وكانت صحيفة غولف ستريت جورنال الأمريكية قد توقعت في وقت سابق بقاء رئيس الوزراء العراقي حيدا العبادي لولاية ثانية لافتة إلى أن مصير الفصائل المسلحة مرهون بعدد الأصوات التي سيحصلون عليها في الانتخابات وخالصت إلى عدم وجود ملامح للتغيير الجذري في حكم العراق متوقعة أن يتم اللجوء لتشكيل حكومة ائتلافية يترأسها العبادي وإلى صحيفة الحياة اللندنية رعاية المسنين غائبة عن سياسات الحكومات العربية تقول الحياة تواجه الدول العربية تزايدا مضطردا في أعداد كبار السن ما يستدع الشروع بوضع سياسات ومنظومات متكاملة تستوعب احتياجاتهم الصحية والنفسية والجسدية والاجتماعية ويشير تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى غياب في الأدلة والمعرفة في شأن فئة المسنين والبرامج الفاعلة المعنية بهم كما أن السياسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية في أغلب البلاد العربية تنقصها إشارات واضحة إلى رعاية المسنين وضمان الشيخوخة إضافة إلى عدم احتوائها على الأطر القانونية الناظمة لها ويضيف التقرير إلى أن السياسات وبرامج الدول المعنية بكبار السن يتوجب أن تبتعد من المفهوم الإعاني والإغاثي إلى الاستفادة من هذه الفئة المهمة ومخزون خبراتها الحياتية وحكمتها التي تشكلت عبر سنوات شقاء طويلة مليئة بالنجاحات والتحديات ومن عنوين صحيفة الشرق الأوسط أزمة بيئية تهدد سكان غزة بسبب تلوث مياه البحر تقول الصحيفة اتحاد بلديات قطاع غزة يعلن عن إغلاق بعض المناطق الساحلية ليضخ فيها مياه الصرف الصحي بسبب عدم قدرة البلديات على توفير الوقود لمحطة المعالجة وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية ويقول نزار حجازي رئيس بلدية غزة إنهم قد يضطرون إلى إغلاق الشواطئ بشكل كامل وضخ مياه الصرف الصحي إلى جميع السواحل كما جرى قبل أشهر بسبب أزمة الوقود الخانقة في البلديات معلنا عن حالة الطوارئ في كل بلديات محافظات قطاع غزة وتخفيض الخدمات إلى منسبته 50% جراء عدم وجود دعم حقيقي للمشاريع التابعة لها داعيا كل الأطراف لتحمل مسؤولياتها لمنع زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية والبيئية في قطاع غزة وفي تقرير لصحيفة السبيل الأردنية تحالف سري للتجسس يقود العالم إذ كشف موقع The Intercept الإلكتروني الأمريكي عن تحالف وصفه بأنه أحد أقوى تحالفات التجسس في العالم رغم أن غالبية الناس ربما لا يكونون قد سمعوا عنه لأن وجوده محاط بسياج عال من السرية التي تفرضها الحكومات العضاء فيه ويقول الموقع أن المعلومات عن اجتماعات هذا التحالف احتوتها مجموعة من الوثائق السرية التي كانت ترد في نشرة داخلية لوكالة الأمن القومي الأمريكي والتي وفرها التسريب الشهير للمتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن وتلقي الوثائق الضوء على التاريخ السري للتحالف والقضايا التي تركز عليها أطرافه في السنوات الأخيرة والنظم التي تمكن الدول الأعضاء بالتحالف من تبادل المعلومات ذات الحساسية بينها وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم إلى زاوية مقالات نقرأ لفاتح عبد السلام في الزمان العراقية أهازيج انتخابية يقول عبد السلام أهزوجته سنحارب الفساد وسنضرب بيد من حديد لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة لم يعد لها أي تأثير ولا مستمعين لها حتى في الأوساط الأكثر تضليلا ويضيف الكاتب ليس أمام أي مراقب حزين على وضع البلد إلا أن يرثي لحال المسؤول الذي ستأتي به الانتخابات المقبلة حيث سيكون هو حتما من نتاج نفس المعجنة والعجين بعد أن اتضحت معالم الخطوط الرئيسة للكتل والأحزاب التي اتخذت لنفسها أنواع الواقيات التي تستر عوراتها للمرور عبر باب الوجوه الجديدة وكتب منهل المرشدي في المراقب العراقي استوانة الموازنة بين الشخط واللغط يقول المرشدي أمسى من المهازل البرلمانية والمبكيات المضحكات أن الخلافة والاختلاف والمساومة والمناورة والحصحصة على إقرار الموازنة المالية يتكرر بسلبياته عاما تلو عام ويضيف المرشدي لا أدري إن كان جهلا أو تجاهلا أم هو غباء واستغباء يعطر ما يقوم به المتسببون في تكرار هذا الحدث وتكرار الاستوانة المشخوطة لجدل الموازنة أم هم لا يملكون أدنى ذرة من الشعور بالمسؤولية والإحساس بهول تبعات ما يقومون به ولقد شكلت هذه السلبيات بتحصيل حاصل شرخا كبيرا بين المسؤولين والمواطن الذي وصل إلى قناعة مريرة بواقع أكثر مرارة متمثلا بشعوره أن حقوقه ومستقبله في مهب الريح وأنه محاصر بالمجهول وأخيرا نقرأ لياسر محجوب في الشرق القطرية شعوب تحت وطأة الحروب يقول محجوب بينما تنعم شعوب بالرفاهية والتنمية والاستقرار تعيش شعوب أخرى تحت وطأة الحروب فشعوب المنطقة العربية والإسلامية ظلت منذ الحربين العالميتين الأولى والثانية وقودا لحروب الكبار المتهفتين على خيرات أراضيهم لتقتل وتدمر وتيتم الأطفال وتشرد الأسر فضلا عن الذل والهوان والفقر والمرض ولا غرابة أن التأثير النفسي للحروب ربما كان أشد مضادة من وقع القتل والدمار مشاهدنا سيكون معنا بعد الفاصل الدكتور صباح اللو الباحث في الشؤون العراقية والعربية للحديث عن محاول هذه الحلقة أرجو تفضلكم بالبقاء معنا أهلا بكم الجديد مشاهدنا أرحب بضيفي في الستوريو الدكتور صباح اللو الباحث في الشؤون العراقية والعربية مرحبا بك دكتور صباح معنا أهلا ومرحبا بكم أهلا بك دكتور نبدأ من صحيفة العرب اللندنية وعنوانها رؤساء عشاء العراقيون يرفضون استقبال زعماء الأحزاب خلال حملات دعائية تقول الصحيفة لم يعد العراقيون يقيمون وزنا لقادة الأحزاب والوجوه السياسية التي جاءت بعد الغزو الأمريكي للعراق أيضا هناك الشيخ حسين علي الخيون أمير قبيلة العبودة في العراق رفض ترشح إلى الانتخابات المقبلة من قبل بعض الكتل السياسية رغبة منه بعدم الظهور مع الوجوه القديمة التي يقول أنها تسببت بخراب العراق وأيضا لم يستقبل عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة وقادة أحزاب آخرين إلى ماذا يؤشر ذلك برأيك دكتور صباح هذا يؤشر على أن التراكم السلبي للفشل الذي أصيبه به إدارات الكتل السياسية التي أدارت العراق منذ 2003 ولغاية اليوم أن هناك حالة من حالات العزوف سواء في الترشح أو في عملية الذهاب إلى الانتخابات وهناك من السياسيين الذين ما زالوا يفكرونه كأنهم في 2006 أو 2010 أو 2014 للدورات الثلاثة السابقة الانتخابية وكأن المجتمع لن يتطور ولن يعي طبيعة فشلهم فذهبوا مبكرا في الدعاية الانتخابية بدءا من عمليات الاستحواذ على أصوات العشائر والمناطق وكذلك أيضا العمل على جذبهم من خلال عمليات الدفع أو من خلال عمليات الترضية وغير ذلك لكن هناك وعي لدى المجتمع حقيقة يعني ارتقى بشكل كبير جدا مما أعطى مؤشرات لعدم الرضوخ أو عدم الانصياع لسياسة الطائفية التي استخدمت أزاء العشائر وأزاء التجمعات المناطقية الموجودة حقيقة وهذا سيؤدي إلى هناك انقلاب في عملية النتائج للانتخابات كما حصل في 2010 أو 2014 وغيرها ولذلك نلاحظ نتأمل في الانتخابات القادمة في 12-5-2018 أن تأتي بنتائج لن نقل 100% ولا 50% حتى لو 20% عملية التغيير فيها يدلل على أن هناك عزوف لدى الشارع العراقي في انتخاب الوجوه نعم المتكررة في الفشل أيضا وهذا ما دفع بكثيرا من أصحاب العشائر ولكن يجب أن لا ننسى جانب آخر وهو أن العمل العشائري في العراق أصبح حقيقة خصوصا بعد إقرار قانون للعشائر وفي مجلس النواب والعمل على تنظيم وغيره أصبح هناك مهنة في التعامل اليومي والنشاط المختلف في حل بعض الإشكالية دون اللجوء إلى القانون وهذا بصراحة ما زال يغذيه من قادة الكتل الفاشلين ولذلك اللاحظ من أصبح لديه الوعي من شيوخ العشائر والدواوين اللي موجودة بدأت بعملية عدم الانصياع لسياسة هؤلاء في عمليات الدعاية المبكرة للانتخابات القادمة نعم لكن دكتور صحيفة وول ستريت جورنل الأمريكية توقعت في وقت سابق بقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي لولاية ثانية لافتة إلى أن مصير الفصائل المسلحة مرهون بعدد الأصوات التي سيحصلون عليها في الانتخابات وتخلص الصحيفة إلى عدم وجود ملامح للتغيير الجذري في حكومة العراق متوقعا يتم اللجوء لتشكيل حكومة تلافية يترأسها لعبادي وعودت أيضا الوجوه القديمة رغم ذلك رغم ذلك حقيقة الذي سيحصل سيحصل نتيجة لحالة التشضي للكتل الكبيرة والتي تحاول أن تنزع العباء التي لبستها ودللت على الفشل من خلال مؤشرات أن الشارع العراقي يرفض هذه الوجوه فحاولوا أن يختفوا تحت شعارات ومسميات وطنية لإجراء الانتخابات 2018 ولكن في اعتقادي أن الكتل التي كانت تحلم بالفوز والاستفراد بالنتائج حاليا لا تأتي بأكثر من 30 أو 40 صوتا ولذلك اللاحظ ستكون هناك حالة صعبة في عملية تشكيل الحكومة وانتقاء رئيس الوزراء ولكن كلنا ندرك أن سيد العبادي مسكه العصى من الوسط في السياسة العراقية على مدى الأربع سنوات في التعامل مع العراق ما بين السياسة الإيرانية والسياسة الأمريكية وهذا هو الخطير في طبيعة عدم الاستقلالية في السياسة العراقية ولكن كلنا ندرك الدعم الأمريكي وكذلك أيضا الإيراني لسلطة السيد حيدر العبادي من المحتمل أنه هو المرشح الوحيد الذي تنظر له الدول الإقليمية ودول الجوار وكذلك أيضا الولايات المتحدة وأوروبا نعم أيضا دكتور صباح في صحيفة الحياة اللندنية رعاية المسنين غائبة عن سياسات الحكومة العربية هذا مقال موضوع في الحياة حيث يقول تواجه الدول العربية تزايد مضطرد في أعداد كبار السن ما يستدعي الشروع بوضع سياسات ومنظومات متكاملة تستوعب احتياجاتهم الصحية والنفسية والجسدية والاجتماعية أيضا يشير تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى غياب في الأدلة والمعرفة في شأن فئة المسنين والبرامج الفاعل المعنية بهم ونحن نعلم بأن أيضا فئة المسنين في العراق هي الفئة المهمشة وهذه الفئة المجتمعية يعني التي عانت طيلة حياتها حتى سنة تقاعد ها هي اليوم تهمش ما رأيك في ذلك؟ حقيقة هذا الموضوع يدلل لنا على أن متوسط العمر نعم متوسط العمر معدلة بدأ يزداد نتيجة لي أولا ارتفاع في مستوى المعيشة في المنطقة العربية دون النظر للفوارق ما بين دولة وأخرى من حيث الإرادات والتوظيف في صالح المواطن لكن بشكل عام هناك ارتفاع في معدل السن التي أصبحت في اعتقادي ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت لا تتعدل 55 إلى 60 أما حاليا معدل متوسط العمر في المنطقة العربية يتراوح بين 66 إلى 70 حتى قد يقفز إلى 75 خصوصا في الدول الغنية التي تمتلك إرادات كدول الخليج ولذلك اللاحظ هناك بدأت تظهر وتلوح في الأفق مشكلة خصوصا للدول الغير مستقرة الغير واضحة المعالم في سياستها أزاء عملية النمو السكاني وارتفاع معدلات السنين المسنين بالدرجة الأساسية مثل العراق في هذه الدول دكتور في العراق هل الموازنة حسبت حساب لهذه الفئة في المجتمع العراقي هنا بصراحة لو نرجع إلى الموازنات منذ 2006 ولغاية اليوم لم تعطي الحكومة وكذلك أيضا مجلس النواب بالذات اللي هو يعتبر الجانب التشريعي والأساسي والرقابي لهذه الفئة لم يعطيها حقها وبنفس الوقت هناك حالة تراكمية كبيرة جدا في الاحتياجات من حيث العوز الصحي العوز الاجتماعي العوز المادي العوز حتى في طرجة الرعاية البسيطة في تأمين من حيث السكن من تأمين المواد الغذائية أو غيرها لهذه الفئة نلاحظ هناك أيضا هروب هروب أعداد كبيرة جدا من العائلة الفلانية منها خمسة ثلاثة من الشباب يحاولون أن يخرجون إلى خارج المنطقة التي يعيشون فيها المسنين أي بأنهم يحتاجون إلى رعاية خاصة لعدم توفر هذه الرعايات من قبل مؤسسات الدولة الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إذن لم يكن هناك برنامج إحصائي حقيقي في العراق يعطينا أولا نسب وجودهم في المناطق التخصيصات المالية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي ممكن أن تعطي إمكانية في فتح مراكز مختلفة وتحسين الظروف الصحية والمعاشية لهؤلاء ولذلك لاحظ هؤلاء لا يختلفون عن أي شخصية مهمشة من الناحية الحقوقية كإنسان وما زاد الطين بلا دكتور حالة النزوح ومعسكرات اللجوء وغيرها للنازحين أيضا وما زال أعداد كبيرة جدا من المسنين حقيقة هم في مناطق نزوح ويعانون معاناة كبيرة جدا خصوصا في الأمراض المزمنة عمليات الكشف الصحي التغذية السليمة والصحيحة أهملوا بشكل كبير جدا وهذا يشكل إنه أيضا نقطة الدلل على عدم وجود أي برنامج لتنظيم العائلة يعني النمو السكان اللي بالعراق 3.2 تقريبا ثلاث أضعاف ما هو في الدول المستقرة ولذلك نلاحظ إذن الدعم ضعيف ضعيف جدا ارتفاع في عدد المسنين كبير جدا مع انخفاض في الإيرادات والتخصيصات الخاصة بالرعاية لهم وهذا يشكل إنه خطرا في عملية تذويبهم أو حتى اختفاءهم بعض في بعض المناطق قد يكون خصوص المناطق الفقيرة والمهملة نعم إذن دكتور بهذا نختم أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء حياك الله شكرا دكتور أهلا مرحبا مشاهدينا كان معنا دكتور صباح علو الباحث في الشؤون العراقية والعربية والذي حاورناه حول محاور هذه الحلقة حتى نلتقيكم في حلقة مقبلة لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى